حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن عمر بن ميموء عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقوتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا له اللهم الحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين صومه بعد صومه وأين عمله بعد عمله شك في الصلاة والعمل شعبة في أحدهما الذي بينهما كما بين السماء والأرض حدثنا أبو النظر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عمر بن ميموء عن عبد الله بن ربيعة السلمي السلمي عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فذكر الحديث حسنا عفا حدثنا شعبة حدثنا أبن مرة قال سمعت عمر بن ميموء عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد رجل من بني سليمين قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقوتيلا أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا له أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله أو صيامه بعد صيامه قال لا أن ما بينهما كما بين السماء والأرض حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال حدثني منصور عن تميم بن سلمة أو سعدي بن عبيدة عن عبيدي بن خالد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذت أسف وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيدي بن خالد السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موت الفجأة أخذت أسف